كانت عملية البحث قد بدأت منذ ثلاث ساعات وفجأة توقف الجميع عندما تبينت من تحت التراب قطعة من القماش الأبيض وبعد بدع دقائق اتشلت أربع جثث حينها كانت سلافيانسك تنبش أول ما قبرها الجماعية وبعد أربعة أسابيع من المعارك الضارية استعاد الجيش الأوكراني مطلع تموز يوليو الجاري هذه المدينة التي كانت معقلا للمتمردين الموالين للروس وقد حكم الانفصاليون المدينة بلا منازع طيلة ثلاثة أشهر اختفى أثناءها العديد من الأشخاص لا قد خطفوا بينما كانوا يخرجون من الكنيسة في الثامن من حزيران يونيو الماضي مسلحون خطفوهم واقتضوهم إلى مكان مجهول وكانت المرة الأخيرة التي شهدوا فيها على قيد الحياة الحرب من المفترض أن تجري عندما يهجمك بلد أجنبي ولكن الرجال هنا يموتون هكذا دفاعا عن وطنهم الأم ما هو نوع الحرب هذه؟ ماذا نفصل هنا؟ من يفصل ماذا؟ إنه أمر غير مفهوم نحن عادة شعب مسالم سلافيانسك مكان الهدوء وقد وضعت قرب الحفرة عدة باقات من الزهور وصورة الرجال الأربعة وأشريطة وعلى بعد بضعة أمطار من هنا وعلى وقع النشيد الوطني رفع عالم أوكراني كبير فوق مقر بلدية المدينة فيما كان يؤدي حوال خمسين من الموظفين البلديين النشيد والدموع تسيل من عيونهم